ونتلقى أول سؤال معنا النهاردة الأستاذ منصور من سهاج أستاذ منصور أستاذ منصور أستاذ منصور أستاذ منصور لو سمحت اتصل بنا مرة تانية لو تكرمت لو انتصل بنا مرة تانية لو سمحت عشان الصوت واضح أنه كان فيه مشكلة يا سادة احنا ما زلنا حتى الآن بنتكلم فيه ان احنا نسير في هذا الطريق وبعض الناس يتصوروا طب وهل اللي احنا بنعمله ده تكافي لما نحن فيه في هذا الظرف الحقيقة كافي بمعنى ايه كافي بمعنى انه هيأتي بكل اللي احنا بنريده الله سبحانه وتعالى سيغير كل شيء والله سبحانه وتعالى سندنا والله سبحانه وتعالى معنا نعم استاذ منصور ترجع لنا مرة تانية تفضل سلام عليكم عليكم استاذ منصور ازاك يا بولانا بخير الحمد لله تفضل يا سيد استاذ منصور انا بس اتمنى على حضرتك ان حضرتك تلفيزيون حضرتك تحيات لحضرتك ونأسرك البرنامج عاجز عن الشكر والله الله كرمكم يا سيد اتفضل كفانا يعني نفعان الله ذكوة جعله في ميزان حسناتك بس انا كان لي طلب عند حضرتك لان احنا بنحب بنشوفك جدا يعني ودائما ودائما منورنا كده وبنشوفك واولاد الصغيرين بيشوفوك الله يرضى عنك يا سيد ايما تكرمش نتمنى بس من حضرتك هو طلبين صغيرين نحنا يعني انا بعانف يعني من حاجات بنشوفها في الشارع على طول وبنشوفها في مجتمعنا الشباب في الشارع لا تعلن معنى الجيرة يعني مش فاهمين يعني ايه جيرة ممكن صوتهم يضع علي جدا في الشارع اولياء الامور سيباهم في الشارع فسوف يسألونا عنهم يعني الجيرة نفسها الجيرة نفسها بقى الجار دلوقتي بيتدكك لجاره وبقى يزعج جاره وبقت العملية للأسف يعني انا من الجيل القديم اللي شفت الجار المحترم والجار اللي هو كنت بخاف منه وبحترمه زي والدي دي يا استاذ منصور ما لهاش دعوة بالجيل القديم لكن ديها دعوة بالقيم وبالأخلاق وبالمعاني الصحيحة يعني ما ينفعش ان الناس تأذي بعضها واحنا كنا بنتكلم على مسألة الفردانية دي تفضل استاذ منصور للأسف مولانا الموضوع ده ظاهرة حتى طلبة المدارس هم المفروضة على قدر من علم يعني أو قدر من ثقافة المفروض كمدرسين وكأولياء أمور يعلموا أولادهم والشباب في الشارع يعني حرصا بالجيران ربما يكون مريض نائم يعني ربما يكون تسير من الناس والله المعنى التاني السؤال التاني السؤال التاني السؤال Нуca souls Mangsor منسور سامعني الجيرة 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 لقتها صدت أنا بايقول السؤال التاني هو دا الاول والتاني الجيرة الجيرة الحقيقية اللي هي بالمنازل ولا ولا والعمارات والجيرة اللي غير معروفة اللي هو المرة في الطريق والناس اللي ايه ممكن ممكن شوية شباب تنقلهم حضرتك يعني بالدرجة البلدي كده على المواصل لحد الفجر لحد الفجر وما فيش انسان انسان دلوقتي كبير يقول كله يقول انا مالي طيب احنا وصلنا لايه طيب خليني اكلمك استاذ منصور على الامر دوت الامر دوت في الحقيقة انا عندي اسباب كتيرة بتجعل المسألة تستفحل اولا احنا عندنا حصل تغير السمات اللي انا قلتها اللي هي السمات السابعة دي منها سمة الفردانية الفردانية خلت الناس ما يعرفوش جرانهم مين بما انهم ما يعرفوش جرانهم ما يعرفوش كمان احوال جرانهم وبما أنهم ما يعرفوش أحوال جيرانهم ما عرفوش أن الطريق العام والأشياء العامة هي عامة لنا كلنا لأنهم ما بقوش يعرفوا جيرانهم ولا يعرفوا أحوال جيرانهم ولا يعرفوا مين فأصبح وكأنه بيمارس في الشارع كأن الشارع ملكه ملكه ليه؟ لأنه لا يرى فكرة الشأن العام أو الشيء العام أضف إلى ذلك شيء أسوأ وهو تعود الناس على العيش الافتراضي العيش في السوشيال ميديا فبقى الناس لما بينزلوا للشوارع هم متعودين أنهم بيعملوا لهم عايزينه زي ما بيعملوا لهم عايزينه في السوشيال ميديا حتى لو أنهم أزوا الناس في أعراضهم أو أزوا الناس في أنهم يرسلوا أخبار لم يتأكدوا منها فهو كمان بيمارس في الساحة العامة وفي المكان العام ممارسة فردانية فهو بدل هو مبسوط من حاجة وشايف أنه ده بيعيشه وده يخليه يقع في حاجتين أنا شايف أن كل ما الإنسان يئز جاره وكل ما الإنسان يمارس ممارسة فردانية لا يراعي فيها الناس ده بينقص من إيمانه لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بشكل واضح لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبه للنفس هنا ما حدش يقول له ما أنا بحب للنفس إن الناس تبقى فيها دوش لا ده معناه أنت بتحب النفسك إيه بتحب النفسك الراحة وعدم الأزى يبقى لازم تحب الأخوك عدم الأزى ده معنى حديث رسول الله عليه وسلم وليس معنى حديث أن أنت لو موافق على أنك أنت تعيش في ضغيج تعيش الآخرين في ضغيج لا المعنى الصحيح أن أنت كما لا تحب الأزى لنفسك هو لا يحب الأزى لنفسك وهنعمل إيه لما يجي ربنا يوقفنا ويسألنا عن جيراننا اللي حضرت نامي ظل جبريل يوصيه بالجار حتى ظن أنه يورسه الشارع العام فيه جيرة برضو مش الجيرة بس في العمرات ولا في الأبنية ولا في البيوت كمان الشارع فيه جيرة وعشان كده لازم نحترم وكمان بينضف أليه كمان تحذير الرسول الله سلم أعطوا الطريقة حقا وعشان كده إحنا محاطين بمراعاة للناس فلازم نتقل الله سبحانه وتعالى ونعلم أولادنا ده ونعيش ده بشكل واضح نعم